السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الخميس 25 كانون الثاني يناير القمر اليوم يعني الآن احنا في مرحلة خلوم مسار مستمر مستمر لغاية الساعة 7 و 36 دقيقة صباحا من صباح اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لبرج الأسد رح يظل القمر موجود في برج الأسد لغاية الساعة 17 دقائق من مساء يوم السبت 27 واحد القمر الآن موجود في منزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو وبرضو رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و 26 دقيقة بعد منتصف ليل الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبرة وهي منزل للربح والحرية والصلح وبلل الإصلاح الصلاح والإصلاح طبعا يعني القمر اليوم كله موجود في منزلة الجبهة القمر بما إنه موجود في برج السرطان لغاية ساعات الصباح معناته وبتظل هيك منشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من حاول خلق جو من الأمان إنه لأحبانا لأطفالنا في بعض الذكريات اللي ممكن تجعل البعض مننا يضرف الدموع أو يكون حساس الزيادة عن اللزوم بدنا ننتبه لموضوع الأكل والشرب لأنه شهيتنا مفتوحة على الآخر وبدنا نتجنب انتقاد الآخرين لأنه حساسيتهم بتكون في ذروتها ممكن نهتم بموضوع يتعلق بالعقارات أو الاهتمام بأطفالنا أو المناسبات العائلية أو اللقاءات العائلية بالنسبة للزوايا الفلكية زي ما حكينا نحن الآن في فترة خلو المسار هذا خلو المسار مستمر لغاية الساعة 7.36 دقيقة صباحا من صباح اليوم لا ينتقل القمر بعدها لبرج الأسد وعند الانتقال الساعة 37.36 دقيقة صباحا بتوقيت غيرينيش ما بعدها الناس من حولنا في هذا الوقت بصيروا أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا بينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطف مع الحبيب يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء الاستفسارات والنصائح بشكل صحيح وبرضو بإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبانا وأبنائنا ويمكننا إننا نقترض المال أو نستثمر أو نشتري المجوهرات الثمينة ومنكون جريئين ومنرتدي الملابس الأنيقة ومنهتم بمظهرنا الخارج اللي بيلفت انتباه الآخرين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون الساعة سبعة واثنين وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بتتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة وبتقوي من شهوانيتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين الشمس يعني القمر بيكتمل بدر الساعة خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وهذا الاتصال عادة بخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وخمسة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يجب توخيل حذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق بوعود غير واضحة وممكن نقبل باقتراحات غير منطقية بدنا نكون متأقضين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في العكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخميه بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم إنها يعني نعمل أشياء إلها علاقة بالجراحة وخصوصا أنه اليوم اكتمال قمر كامل إلا إذا كانت اضطرارية طبعا الأعضاء الأكثر حساسية اليوم المعدة، الكبد، الصدر، الغشاء المخاطي، المبيض، الرحم، المهبل، الثدي، وغشاء الجنب وغشاء السفاق، والجهاز اللنفاوي، وعظم الصدر هدولة الأعضاء لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عندنا القلب الشريان الأورطي، الدورة الدموية ضغط الدم، معدل ضربات القلب، العمود الفقري، والظهر، والجانبان طبعا هذا اليوم زي ما حكينا أنه لا يوصى بإجراء العمليات الجراحية إذا كانت الطرارية مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن، ولكن مش مثل الجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد، يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة، ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح ينتقل لبرج الأسد معناة خلو المسار القادم بيبدأ ساعة تسعة وثمنتعشر دقيقة من مساء يوم الجمعة ستة وعشرين واحد وبيستمر لحتى مساء يوم السبت الساعة سبعة وعشر دقائق مساء لا يستقر القمر بعدها في برج العدراء بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر المكتمل بدر أربعة عشر يوم في تمام ساعة تنتين وخمسة واربعين دقيقة عصراً بتوقيت جرينيتش بيصير خمسة عشر يوم نسبة الإضاءة مية في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم تسعتاش اثنين منتحس بنسبة أربعين في المية القمر في السرطان ورح ينتقل في ساعات الصباح لبرج الأسد ورح يظل في برج الأسد ليوم سبعة وعشرين واحد سعيد الآن بنسبة أربعين في المية ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة خمسة عاش في المية ساعات العصر منتحس بنسبة عشر في المية عطارد في الجدي حتى يوم خمسة اثنين سعيد بنسبة ثلاثين في المية الآن سعيد بنسبة ثلاثين في المية أما في الساعات المساء بصير سعيد بنسبة عشر في المية الزهرة في الجدي حتى يوم ستعاش اثنين سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في الجدي حتى يوم ثلاثة اثنين سعيد بنسبة خمسة وأربعين في المية المشتري في الثور حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 30% الزهل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا ما زال القمر موجود في البيت الرابع معناته التركيز له علاقة بالبيت والعائلة لغاية ساعات الصباح أهم شيء أنه بدون عصبية بدون مشاكل وحاولوا أن تفرضوا وجهة نظركم على أي أحد برضو ممكن أن تظهر بعض الأعطال أو المصاريف أو الأحداث التي تلفت انتباك صحية أو أعطال منزلية أما من ساعات الصباح وأنا بتبحث عن قاسم مشترك يجمعكم بأحباكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات أيضا برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطوا اليوم برضو لغاية ساعات الصباح بالاتصالات والحوارات والنقاشات والسفريات ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات واللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض بتتمتعوا بطاقة عالية طاقة فكرية طاقة جسدية وعندك قدرة لإتمام كثير من الأمور على المستوى العاطفي حاول أنك ما تفرض كلامك على أحبائك وبدون انتقادات أما من ساعات الصباح بتعيد تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن تهتم ببعض المسائل اللي تتعلق بالعائلة أو ممكن يطرع عطل منزل أو حدث عائلي يلفت انتباهك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا من الآن ما لغاية ساعات الصباح بظل في فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي أو مستردات أهيبات دعم هدية ولكن بتكون تخففه من النفقات وما في داعي للمغامرات المالية الوقت غير مناسب لأي مجازفات أما من ساعات الصباح بتنشطوا في السفر والاتصالات والحوارات والنقاشات والاهتمام بالسيارات والمواصلات والاتصالات والحب أيضا ولكن بتكونوا أكثر وحيا على الطرقات وعندكوا قدرة عالية جدا على إقناع أي شخص بوجهة نظركم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بيظلوا مشحونون بالنشاط والحيوية وعندكوا قدرة عالية جدا على إنجاز كافة مشاغلكم من الآن ولغاية ساعات الصباح ولكن حاولكم ما تترددوا يعني بإتمام بعض الأمور وابعد عن فرض وجهة نظرك أو تفرض رأيك على غيرك ممكن أن تهتم بعض المسائل اللي تتعلق بالمسائل الشخصية أو العاطفية خلال هاي الساعات من ساعات الصباح وما بعد بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ممكن تحصل على بعض المكاسب من عمل إضافي ولكن بتكتب تعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وتحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا رح يظل التعب مسيطر عليكم لغاية ساعات الصباح لأن القمر بنتقل في ساعات الصباح لعندكم فعشان هيك حاولوا إنه تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل حاولوا إنك تأخذوا قسط من الراحة حاول إنك ما تتخذ قرارات حاسمة برضو يعني ابعد عن أي مجازفات أو عصبيات أما من ساعات الصباح وأنا بتمتلقوا من نشاط حيوية ابتقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي وبتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر بيقترب من بيت المتاعب فعشان هيك بظل في مجال لنشاط اجتماعي وممكن تلتقوا بعض الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعد من لقاء بعض الأصدقاء أو يشارك في مناسبة سعيدة ولكن كم تتجنبوا انتقاد أي شخص لأنه اليوم يعني الأجواء مش مناسبة للانتقادات وتوجيه اللوم أما من ساعات الصباح وانا بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لا توقع على عقد لا تحسم أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين لغاية ساعات الصباح ومرضو بتدافعوا عن سمعتكم أو ممكن أن تثبتوا جدارتكم ببعض المسائل ولكن هذا الوقت ما في داعي بين المغامرات والمجازفات ومخالفة القوانين أو تشويه سمعتك بأي تصرف من ساعات الصباح تتغير الأجواء هنا بتدخل في فترة ممتازة جدا بتنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة الأجواء رائعة ممكن تفتح أمامك كثير من الأمور اللي تكون لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتنشطوا برضو لغاية ساعات الصباح في التنقلات والاتصالات والسفريات وأيضا الاتصالات بكثافة مع أشخاص يا خارج البلاد يا أجانب أو الدراسة لامتحانات جامعية أهم شيء يكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة واللي عنده امتحان جامعي بهذا الوقت حاول يركز وما يعتمد على الحضوظ من ساعات الصباح حافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية يعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بتكون تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بيظل تركيز على الأموال المشتركة لغاية ساعات الصباح وممكن تظهر بعض النفقات أو بعض التوتر من بعض المستحقات المالية اللي لها علاقة بنك ضريبة تأمين أو شراكة أو تعويض برضو في بعض المزايا للمكاسب ولكن خلو المسار بيقولك ما تغامر أما من ساعات الصباح بتنشطوا في مساء تتعلق بالسفر والاتصالات البعيدة أهم شيء أن تكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة تناقية السيارة بين المدن ممكن برضو يجمعكم لقاء عاطفي اليوم أو أمر يتعلق بالامتحانات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة لغاية ساعات الصباح الشراكة المالية وشراكة العاطفية ابحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاكم بدون عصبية وبدون مشاكل مهما كانت الأمور أجل أي قرارات حاسمة لأن الوقت غير مناسب للمشاكل وللقرارات الحاسمة أما من ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة إنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاولوا تنفيذها دون تردد وما تلته بالأمور الثانوية بتصور الفرص المالية أعلى بكثير ولكن الاهتمامات العائلية أيضا بتظهر على الساحة بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر ما زال موجود في البيت السادس لغاية ساعات الصباح فأنا بظل العمل بيتراكم عندكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم لأنه هذا العمل والصحة فبتكن تنتبهوا لصحتكم اللي بيشعر بشيء غير إعتياده راجع الطبيب برضو حاولوا إنكم تتمموا كل أعمالكم لأنه ممكن تضطروا للعمل وقت إضافي أما من ساعات الصباح القمر بصير مقابلك تماما فهونا بترغبوا في تعزيز شركاتكم ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم حاذروا من الخلافات ولا تضخموا الأمور وما تتخذوا قرارات حاسمة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا رغبتكم بالتقرب من أحبك أباكم بالضل بأوجهة لغاية ساعات الصباح وبإمكانكم تعزيز العلاقة معهم ولكن حاولوا إنكم تتفاهموا وجهة نظرهم حاولوا إنكم ما تفرضوا وجهة نظركم بعصبية وحدية وتحاولوا تتحكموا بأحباكم ممكن يكون في وقت لممارسة هواية أو شيء تجميلي مثلا أو الاهتمام بالنفس أو بأحد الأبناء أما من ساعات الصباح هنا بتكونوا تنتبهوا لصحتكم أكثر وبرضو بيبدأ العمل بتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم عشان هيك لازم تنظموا الوقت بشكل جيد لتقدروا تنجزوا أعمالكم بالكامل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء